السلام عليكم بسم الله نبدأ بكاملين بصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقى لكم هذا الفيديو بصحة وعافية يا ربي آمين الفيديو تنهار اليوم ستكون وصفة لتاقلياتيل أوكروفيت تاقلياتيل بالجنباري مع السلسة الوردية وصفة رهيبة لتاقلياتيل نوع من أنواع المعجنات سوف نقوم بها بالعجينة الطازجة ونعملها في المقلات الكهربائية الرائعة نبدأ فيديونا على بركة الله بسم الله بعد عجينة شاركتها معكم في الفيديو للعزانيا أو الفيديو للعافيولي شاركتها معكم لا أريد أن أشاركها معكم لكي لا يأتي الفيديو طويل قامتها في الفريجي دار ترتاح سوف نقوم بعمل السلسة في المقلات الكهربائية سوف نقوم بزيد منها ونقوم بعمل الكروفيت التوعي يتقللون قليلا لا يجب أن يطيبون 100% ونقوم بعمل ونقوم بعمل وهذه الطازجة التي تشعر البنان سوف يجربون أكثر من أنواع المعجنات ونقوم بعملهم طويل ونقوم بغاية وعلى عجينة الطازجة العجينة التي تتبعي بسانا لا تعجبني نريد دائما نخدمها بالعجينة الطازجة و بعد ذلك قلت قمت بتطوئي قمت بتطوئي كمية تحتوم و قمت بتطوئيه طماطس و خليتهم يتقلون بعد ذلك تحتاجهم طماطس كبيرة مرابئة مع مغرفة صغيرة طماطم مصبرة و خليتهم يتقلون مع هذا الطماطس و الثوات الطماطس لا يوجد نفع لا يوجد طماطس لا يوجد عجينة الطماطس لقد قمت بتطوئي كمية ملح و سوف تقوم بحرار و نقوم بلع و نجعل الطماطس أقوم ببسطة طماطس في البال ثم نضغط قليلا بابريكا ثم نضغط قليلا بكمون 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 ونجعلها تغلي طريقة ونأخرها على جهة ونحن نخدم الطاقليات التوعية لكي نطيبها ونجعلها في العصوص وهذه العصوص الغوص والسلسة الوردية يسيرج، ورشة الشعب لن أحدث لكم منها كانتها تجربة جميعا وقامت تقليطها قليلا ويساعدتها كما كانت نشخفة أحدثت تجربة ونحن بعد قامت معجنة التعي اضافت هذه الملقة ومعد تحديد البات سنقوم بها ونحن بالتعويات وتجرب العجين التعي نحلها في اللولة اللازانيا وقع نحلها في نميرو في نميرو في نميرو ثلاث خطرات ثلاث خطرات ثم نفوتها في نميرو لكي تعطيني الشكل المعروف نعاون بالفارينة نعاون بالفارينة ونصيحة مهمة قبل أن تبدأ خدمة لطاق الياتيل يجب أن تكون دائرة الماء في طاجين فوق الغاز على نار قاوية لا تدري فيه زيت لملح يجب أن يغلي فوق النار يجب أن يوجد الماء يجب أن يغلي لكي تدريهم ديركت في الماء يجب أن يجب أن يجب معلومات يجب أن يجب يبسوпа عن طريق كثيرا لكي تخاف وعطي النار ديركت في الماء طرح اشتركوا في القناة وهذا هو الشكل الخيط يوجد عراض لا يوجد عراض لا يوجد عراض لا يوجد عراض لا يوجد عراض اهم نصيحة زوجة لا تغلوهم كثيرا في البنات سوف نكملهم طيب في هذه الأصص المصدر لديهم طروة منطقة لا تكتر لهم فوق طروة منطقة لا يوجد عراض لديهم طيب ونكمل نجعل الكمية نجعلهم ثلاثة دقائق ونقلعهم من المصدر ونضعهم في المصدر بعد أن تتعود المقلة الكهربائية الناس ونضعهم في المقلة لديهم الناس ما يوجد لديه الناس لديهم سوفي لديهم لديهم القيطة دقائق اذا كان يرسو باستخدام مرد يجب ان يأكل مرد ويجبنان ويجبنان ويجربوا هذه الوصفة وكما ترون هكذا الوصفة سهلة و بسيطة يجب ان يقوموا بسيطة الكريفة ويجبنون بسيطة الكريم لا يقومون بسيطة الكريفة ولا اللحم او لا يوجد مزيد اضافة طوات اخرى اضافة اخرى اضافة اضافة اخرى اضافة اضافة اخرى اضافة اخرى لاقوم بسجدها سوف نجعلها لمدة ونقوم بتطفيق النار ديريكت. شوفوا الشكل تاهم شعر يجي شباب. وهذه كلاسوس جي بنينة بنينة بزاف. جي لجي كما نقولوا لأسوس طوماتكي اللي جي حامضة وقع كيديرو لها لها الكريم جي بنينة ما جي لحامضة وجي لجي وجي بنينة بزاف. وهذا بعد ما طفيت عليها والشكل النهائي تعلي تقلياتي الأقريفات تاو عنارة هم وجدين يجو روعة جربوهم لبنات. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتردو لي في الكومنتر. وشاهدكم في الجنة ان شاء الله. وعوالي اللي طاقلياتي بعد ما حطيتهم في الطبسي. شوفوا الشكل تاهم مني هاي كيف عشجا زيانتهم بشوية مع نسو شوية ليم. وهذه الطومات سيغيث ازادوهم في الجمالية. تعال منظر تعال الطبق. وكما قلت لكم اللي طاقلياتي اللي طاقلياتي اللي يجو بنين بزاف بزاف على البطليست باعي بسه. وهذه كانت الفيديو تانهر اليوم لتاقلياتي الأقريفات. التاقلياتي بالجنباري بالعجينة الطازجان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتكون عجبتكم الوصفة. لاحجبكم الفيديو وخلوا لي لايك وما تنسونيش بالزابة وخليتكم على بركة الله الى الفيديو القادم ان شاء الله السلام. اشتركوا في القناة